كيف يمكن تحقيق الثراء من خلال حساب البنك السويسري خطوة بخطوة؟ هل تعلم أن بإمكانك تحقيق الثراء من خلال الحساب المصرفي السويسري؟ كل ما تحتاج إليه هو العمل مع أفضل المتخصصين في الخدمات المصرفية في الخارج فقد ضعف عملاء أموالهم بمقدار 5 إلى 10 مرات من خلال مرورهم بعدة خطوات وقد بدأ عميل من القاهرة بمبلغ 500 ألف دولار في عام 1995 ثم ارتفعت محفظته خطوة بخطوة إلى 8 ملايين دولار وخلال نفس الفترة حصل آخرون على الملايين ويعد اختيار البنك الخطأ والحصول على مشورة خاطئة والاستثمار في المنتجات الخطرة من أكثر الأخطاء المتكررة التي يرتكبها المستثمرون غير المقيمين لقد قمت بتحليل تاريخ المحافظ الناجحة بعناية وقد اكتشفت بعض القواعد البسيطة هذه القواعد البسيطة سوف تجعلك غنياً انتبه جيداً مرحباً أنا إنزو كابوتو محام مصرفي في سويسرا ومالك شركة المحامة كابوتو أنت بارتنرز ومؤسس موقع سويسبانكينجلوييرز دوت كوم المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون نصائح وحلول لكل خدماتهم المصرفية الخارجية لحماية الأصول العالمية وكيفية دفع ضرائب أقل وجود أموالك في الخارج بحساب مصرفي في سويسرا هو أهم إجراء لحماية أصولك وثرواتك من خلال استخدام الخدمات المصرفية الخارجية سوف يتم قطع أي اتصال بين أصولك وثرواتك المتواجدة في حسابك المصرفي في الخارج عن دولتك وأي قاعات قضائية ستكون محمياً وبعيداً عن متناول السلطات حيث يمكن تجميد الأصول داخل الدولة بين عشية وضحاها من خلال فعل بسيط أو عمل استبدادي لذا تتم إدارة 30% من الأموال المصرفية الخارجية حول العالم في سويسرا لماذا تحظى الحسابات المصرفية السويسرية بشعبية كبيرة؟ حماية الأصول والثروات هي الحل اليوم تحصل السلطات على الأموال أولاً ثم تطرح الأسئلة لاحقاً وقد رأيت الكثير من أصحاب الأعمال الأبرياء يفقدون أصولهم وأعمالهم في غضون بضعة أسابيع إن حماية أصولك بحساب مصرفي سويسري مخصص لغير المقيمين أمر أساسي للبقاء ناجحاً وثرياً من خلال الخدمات المصرفية الخارجية في سويسرا كيف تستفيد من مزايا الحساب المصرفي السويسري؟ بمجرد وصول أصولك وأموالك في سويسرا إلى حساب مصرفي سويسري للأجانب فأنت بحاجة إلى بنك قوي ومدير أصول خبير البنوك السويسرية هي من بين أفضل البنوك في العالم سوف أعرضك على بنك سويسري نسبة رأس المال من المستوى الأول فيه تتجاوز 20% سأختار بنكاً خاصاً بدون مخاطر في الميزانية العمومية سوف تحتاج إلى بنك سويسري مخصص بالكامل للخدمات المصرفية الخاصة تجنب البنوك التي تتعامل مع الأنشطة المصرفية الاستثمارية المشكوك فيها أو أنشطة الإقراض التجارية أو الخاطرة البنوك السويسرية تشتهر بكونها بهضة الثمث فهي قاضعة لأعلى معايير الرقابة والتنظيم إنها توفر أعلى المعايير من حيث تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول والشبكات العالمية مع أعلى مستوى من الاحتراف بعض البنوك في الأعمال المصرفية الخاصة منذ مئتين عام ومع ذلك لا تقبل قائمة الأسعار القياسية ويمكنك التفاوض بشأن جميع الرسوم إذا كنت تعرف معايير الصناعة وإلا فعليك الاستعانة بخبير وإلا فسوف تصبح ضحية لبعض المصرفيين الجشعين حيث يمتلك المصرفي معرفة أفضل بكثير منك ولن يكون من السهل عليك التفاوض معه لماذا تعد رسوم الشاملة مهمة للغاية لحماية حسابك المصرفي السويسري؟ الرسوم الشاملة شفافة وواضحة للغاية سوف تعرف بالضبط المبلغ الذي ستدفعه في نهاية العام كل بنك لديه رسوم مختلفة وسوف يحميك هيكل الرسوم الشامل من الأنشطة المضطربة وحالات التضارب إن هيكل أسعار الرسوم الشاملة هو أفضل حماية ضد المصرفيين الجشعين كما تعلم فإن غالبية المصرفيين السويسريين يبحثون عن عمل ويعملون تحت ضغط مستمر وخوف دائما من طرده من البنك عليهم تحقيق كمية معينة من إدارة الأصول الجديدة قبل نهاية العام الحالي يحتب نظام تكنولوجيا المعلومات المبلغ الدقيقة للأرباح الناتجة من كل من عملائه يعتبر أداء الموظف المصرفي بمثابة مصدر للربح وبالإضافة إلى رتبه يحصل على مكافأة وقد تزيد المكافأة عن الراتب السنوي بشكل كبير أعرف الكثير من الموظفين المصرفيين من القطاع الخاص يغادرون البنك بسبب مسؤول الالتزام بالبنك حيث يرفض الكثير منهم فتح حساب منكي وقد يشعر الموظفين بالبنك حينئذ بالإحباط وقد بدأ الكثير منهم بإدارة شركات الأصول الخاصة بهم نصيحة لك هو سؤال موظفك المصرفي عن تجربته المهنية السابقة ومدى خبراته في هذا المجال حيث يشكل الموظفون دون الخبرة خطرا على حسابك المصرفي السويسري إدارة الاستثمارات الخاصة بك هي مهمة طويلة الأجل تتم إدارة الحسابات المصرفية السويسرية ناجحة من قبل كبار المصرفيين المحترفين لعدة سنوات أو عقود وتعتمد الخدمات المصرفية الخاصة ناجحة على الثقة تحتاج الثقة إلى وقت طويل ويعد تغيير المصرفيين بشكل متكرر خطرا كبيرا على حسابك المصرفي السويسري عيث تتكون وثائق فتح الحساب المصرفي السويسري من نماذج كثيرة معقدة وأي نموذج خاطئ يمكن أن يسبب كارثة مالية إذا أحببت الفيديو اضغط على الزر أعجبني إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات مثل هذه فتأكد من عدم تفويت مقاطع الفيديو الجديدة والاشتراك في قناتي على يوتيوب الآن انقر فوق زر الاشتراك وفاعل زر الجرس اسأل واكتشف ما إذا كان المصرفي الذي تتعامل معه هو مجرد شخص يسعى للحصول على وظيفة أو هو يقوم فقط بعرض منتجاته البنكية ويضغط عليك لشرائها فقد تمتلك البنوك السويسرية قوائم بتوصيات حيث أن لديهم منتجات مالية مدرجة خاصة بهم ويطلب من المصرفيين من القطاع الخاص الترويج حصريا للمنتجات المالية المدرجة في قائمة التوصيات ولكن هل يجب على المصرفي أن يقترح على موكله أفضل منتج متوفر في السوق؟ أم هل يجب عليه بيع المنتج الخاص بالبنك والمدرج في قائمة التوصيات؟ يمكن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال أن تقرر ما إذا كان حسابك المصرفي السويسري سينتهي مع قصة نجاح أو كارثة مالية لحسابك المصرفي في الخارج الحقيقة هي أن جهل بعض العملاء قد أدى إلى أن أصبحوا ضحايا مروج هذه المنتجات عادة يظهر بيان محفظة الحساب البنكي السويسري للضحايا منتجات مهيكلة غير سائلة وذات تكلفة عالية وجيوب جانبية من صناديق التحوط غير السائلة إذا كانت محفظتك ممتلئة بالاستثمارات السائلة وجيوب الأموال الجانبية وغيرها من المنتجات السيئة فيرجى ترك تعليق في قسم التعليقات أدنى مع ذكر الاستثمار السيء ومن المسؤول عن ذلك؟ يجب أن يكون تعليقك عبارة عن تسمية وفضح للإسم لتنبيه الجمهور عن هذه الممارسات السيئة بما في ذلك الجهات الفاعلة السيئة في السوق لذا يجب عليك التأكد من العمل مع أفضل المتخصصين لإدارة حسابك المصرفي في الخارج إذا تمكنت من اختيار المحترفين المناسبين فسيصبح حسابك المصرفي السويسري قصة نجاح وسيجعلك غنيا للغاية كيف يمكنك اختيار أفضل مديري الأصول؟ ربما تكون محظوظا وسعيدا بمصرفك الخاص في سنغافورة أو لندن أو هونغ كونغ حسابك المصرفي ينمو باستمرار إذا كان الأمر كذلك فأنا متأكد من أن موظفك المصرفية يعمل معك منذ خمسة سنوات على الأقل وفي الوقت نفسه بالتأكيد فقد أصبح هذا الشخص صديقك كما قلت من قبل يجح في الخدمات المصرفية الخاصة يحتاج إلى الثقة والثقة تحتاج إلى وقت ليس هناك وجبة غداء مجانية استمر في العمل معه ولكن ليس على وجه الحصر لا تركز جميع الأصول الخاصة بك مع نفس البنك في ولاية قضائية واحدة قم بتكفيف مخاطر المجموعة الخاصة بك عن طريق تقسيم الأصول الخاصة بك مع العديد من البنوك الموجودة في مختلف الولايات القضائية لنفترض أن لديك محفظة في حسابك المصرفي الخارجي في هونج كونج أو سينجافورة أو لوكسنبورغ أو لندن وقد نمت هذه المحفظة لتصل إلى عشرة مليون دولار أو أكثر إن تركيز الكثير من الأموال في بنك واحد وفي ولاية قضائية واحدة يمثل بالتأكيد خطرا جماعيا لذا يجب عليك تنويع وتقسيم الأصول الخاصة بك إلى قسمين متساويين اختر بنكا آخر قويا يقع في ولاية قضائية أخرى سويسرا هي اختصاص من الدرجة الأولى لضمان أمان الخدمات المصرفية الخارجية لا تفكر أبدا في وجود أي خطر على الأصول الخاصة بك وقم بتنويع المخاطر الخاصة بك ضع باحتبارك وضع أصولك مع بنوك مختلفة ومتعددة إذا كنت تشعر بخيبة أمل بسبب تغييرك الدائم للموظفين المصرفيين بالقطاع الخاص وعارضي المنتجات فتأكد من أن حسابك المصرفية لا يعمل بشكل جيد تحقق من البيانات الخاصة بك هذا وقت التغيير اتخذ كل الإجراءات اللازمة وعلى الفور اتصل بي الآن على الرقم 004144-212-4404 دعنا نناقش أفضل طريقة لحماية الأصول الخاصة بك ربما يمكننا إصلاح جزء من الضرر سوف أعرض عليك مدير أصول رائع ويعمل بشكل مستقل وسوف يوفر لك النتائج على الفور بصفة الرئيس التنفيذية السابقة للجمعية السويسرية لمديري الأصول فأنا أعرف أفضل مديري الأصول في سويسرا سوف يمكنهم تطوير الأصول الخاصة بك باستمرار أنت بالتأكيد تحتاج إلى مدير أصول مستقل ليوجهك سيشتري أفضل المنتجات في السوق وليس منتجا محليا للبنك مدرجا في قائمة التوصيات إن مديري الأصول الناجحين والمستقلين ضروريون للبنوك السويسرية معظمهم من البنوك الخاصة الناجحة قبل أن يقرروا الاستقلال يتم إدارة ما يقرب من 20% من جميع الأصول المملكة للبنوك السويسرية من قبل ما يقرب من 2500 مدير أصول مستقل خلال العامين الماضيين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نقلت بعض من أفضل المكاتب العائلية مكاتبها من لندن إلى زيوريخ أو جينيف سويسرا هي محور مديري الأصول المستقلين يمتلك مديري الأصول وأصدقائي أصولا كبيرة لدى مصرفهم الخاص السويسري معا يمكننا التفاوض بشأن الرسوم الشاملة للجميع إن وجود كمية كبيرة من الأصول يعد ميزة للتفاوض من أجل الحصول على رسوم شاملة مع البنك سأقدم عرضا لا يمكن للبنك رفضه كم سيكلفني إعداد الحماية للأصول الخاصة بي؟ دعوني أذكر لكم بعض الأرقام استثمر عميل جديد 18 مليون دولار أمريكي في محفظة سندات مدارة تقديرية مدير الأصول الخارجية هو خبير سندات شهير وهو محام مصرفي سويسري يدفع العميل رسوما شاملة قدرها 1% سنويا من الأصول الخاضعة للإدارة تتكون الرسوم 1% من 0.25% للبنك كرسوم رعاية و75% كرسوم لإدارة الأصول إذا ذهبت بمفردك إلى البنك فأنت تدفع رسوما تتراوح بين 20 و 35% هذا يعني أنه يمكن فرض رسوم زائدة تبلغ 100 ألف يورو ومن يدي ربما يتم إقناعك بمنتج ما كذلك لا يوجد خبير للسندات ولا يوجد محام مصرفي يعد تاني بأصولك باستمرار ولكن مقابل 1% من الأصول الخاضعة للإدارة يتلقى العميل حسابا مصرفيا سويسريا وخبيرا مستقلا في السندات ومراقبة مستمرة لحماية الأصول من قبل محام مصرفي سويسري ما هو الحد الأدنى لفتح حساب مصرفي سويسري؟ نحن لسنا عارضين لمنتجات نحن مديري علاقات نحن نطور علاقات طويلة الأجل تقوم على الثقة والشفافية والصدق الرسوم الشاملة هي الضامن للمواءمة الكاملة وللقضاء على حالات تضارب المصالح إذا كان لديك حساب مصرفي سويسري على الأقل يبلغ 500 ألف يورو كحد أدنى للبدء فاتصل بنا سوف نعثر على أفضل حلول الحسابات المصرفية السويسرية المصممة خصيصا وفقا لاحتياجاتك والتوقعاتك يجب أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 500 ألف لتحقيق تنويع الاستثمارات يجب تنويع المحافظة الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 500 ألف يورو بمنتجات صناديق باهظة الثمن بدلا من الاستثمار المباشر في الأسهم والسندات الاستثمارات باهظة الثمن في منتجات الصناديق سوف تدمر أداء الحافظة لذلك يجب أن يكون الحد الأدنى للرصيد المصرفي السويسري لعملاء 500 ألف يورو يجب منقشة الاستثناءات على أساس كل حالة على حدى ما سبب أهمية الحساب المصرفي الخارجي لحماية الأصول؟ الأداة الأساسية لحماية الأصول هو وجود حساب مصرفي خاص نحن نعمل مع أكثر البنوك الخارجية أمانا في العالم وهي البنوك السويسرية نحن مقدمون خدمات المؤهلون للبنوك الخاصة السويسرية ومديري الأصول المستقلين نحن نعيش في عالم تتغير فيه القوانين واللوائح باستمرار الحكومات المفلسة وسلطات الضرائب تفرض الحضرة أولاً على الأموال ثم تسأل لاحقاً نحن على علم بما يجري في سويسرا لأننا نعيش هناك نشعر بمشاعر السكان نحن في وضع يمكننا من توقع التطورات التي تنبهك وتحذرك بصفة حامل أصول سأقوم بفحص ملفات البنك ومديري الأصول على أساس ربع سنوي متبوعاً بتقرير لاحق سوف أبلغكم بآخر التطورات في مجال البنوك والضرائب والامتثال والأنظمة والعقوبات وبرامج التأشيرة الذهبية والمواطنة على طريق الاستثمار وأكثر من ذلك بكثير عندما تم البدء باستخدام معيار الإبلاغ الموحد قمنا بإبلاغ عملائنا وتحذيرهم مسبقاً كانوا قادرين على تنفيذ التدابير المناسبة غير بعضهم الاختصاص بدأوا برنامج الإفصاح الطوعي أو خرجوا من النظام المصرفي عندما كان قانونياً وممكناً سوف تتعامل مع كبار المستشارين المحترفين وليس فقط صغار البنكيين سوف تحصل على تكليف أقل ونصائح عالية الجودة وتنبيهات في الوقت المناسب وحساب مصرفي في سويسرا دائم النمو يجعلك غنياً خطوة بخطوة تعتبر رسوم الحراسة والتجارة والفوريكس أقل بكثير من تلك التي تقدمها البنوك للعملاء الأفراد الذين يدخلون البنك وحدهم تذكر إذا ذهبت بمفردك إلى البنك لفتح حساب مصرفي سويسري لغير المقيمين فستدفع 20 إلى 35% على الأقل هذه المعلومات لن يمكنك العثور عليها في الجامعات والمكتبات وليست على شبكة الإنترنت إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول حسابك المصرفي في الخارج والخدمات المصرفية الخارجية والتحسين الضريبي الدولي وإدارة الثروات وحماية الأصول التي سأتشاركها فقط مع المشتركين فعليك توقيع خطاب مكتب المحامات لدينا بناء على هذه المعلومات ستوفر مزيد من المال وتوسع أعمالك بشكل أسرع من منافسك تحقق من مدونة الفيديو على موقعنا على الإنترنت حيث ستجد روابط لمزيد من المقالات التعليمية سهلة القراءة إذا فقدت أموالك على حسابك البنكي السويسري بسبب الجشع بعض المصرفيين وإذا كان لديك سؤال سري أو حساس فعليك منقشة هذا معي فقط والإمساك بها تلك المحمول الآن والاتصالوا على 004144-212-4404 تحدث معي الآن كن ثريا وابقى ثريا أتمنى لك يوما سعيدا اشتركوا في القناة